نحن بنتفرج كابتن عدل على المجموعات المجموعة الأولى Pyramids, اتحاد مصر المقصة, Eastern Company, المصري Future المجموعة الثانية, الأهلي, مقاولين العرب, بنك أهلي, الجونة, سموحة, إسماعيلي المجموعة الثالثة, زمالك, أمبي, طلاعي الجيش, غزل المحلة, سيراميكا, كولوبترا وفاركو شفت القرعة ازاي؟ يعني أنا شايف أن هي قرعة متوازنة ولكن أنا كنت أتمنى أن هي لا تبقى قرعة صنعية مجموعتين الأربعة نعم علشان حتة الثلاثة مجموعات دائما في التحضير تبقى غريبة أوي برضو صحيح؟ آه ما أنا بدأ أقولك يعني معاك ثلاثة دي معناها إيه؟ أولا أنت لتأملها أربعة لتأملها أتنين إحنا أولا بنشكرهم على فكرة فكرة هايلا وفي موصل هذه الأفكار يمكن أنا عزيزة عليها الفكرة دي لإني أنا لعبت كسل التحاد كان برضو أيام كسل أعلم بس كابتن جواري كان لغة دوري بس عمل حاجة زي كسل التحاد زي كسل ربطة ده تتعمل ويمكن رحت منتخب منها يعني من أسباب اللي ربطة في المدر ففكرة جيدة أنك تفرز لعيبة جديدة زي مكاتن أسامة قال ولكن المهم فيها أنك إنت لو دامت عندك لازم تدخل عليها شوي التعديلات أو الحاجة لازم يبقى لها قيد خاص أوكي علشان تعلي الأنبياء قيد خاص؟ قيد خاص بمعنى بمعنى أنك إنت ممكن تعمل عشر لعيبة أو خمستاشر لعيب من الفريق الأول وخمستاشر لعيب من السكنتين من اللي عندك علشان تعلي السكنتين برقتك من النادي ولكن يبقوا تحت دي فكرة تجنس المرحى زي ما بنقول ليه لأنه أنت في الوقت ده أنت عندك ضغط مبريض فأنت عايز تلاعب اللعيبة الأخرى أنت هتاخد وقت من الدوري ممكن هتاخد الوقت ده فممكن تريح اللعيبة الكويزة اللي هم بيلعبوا كتير وهتاخد العشر خمساشر لعيب من الفرقة دي وهيلعبوا مع عشر عشر لعيبة أنت بتأيدهم من تحت الفكرة كلها بتكمن أنك أنت تقدر تطلع لاعب صغير لكن اللعيبة الكبيرة حتى اللعيبة الكبيرة لما تيجي تحتاجه وبتجهزهم أنت ممكن تجهزهم تجهزهم تول السنة مع السكنتين اللي تحت أنت بتعمل تلات أربع لعيبة بينزلوا يلعبوا مع الفرقة اللي تحت فالفكرة فكرة جيدة أما حتة القرعة التلاتة دي يعني أنا مش عارف الفكرة إيه هنشوفها الفكرة لما يوصلوا للأدوار اللي بعديها أنا كنت أتمنى أن هي تبقى أربع مجموعات أو مجموعتين علشان يعني أكيد هيبقى الأهلة على رأس مجموعة والزمالك أي رأس مجموعة حبيت تحط برمز عندك بردو الإسماعيلية عندك بغد النظر عن إيه هم ماشيين في الوقت الحالة أو مستواه لكن إحنا بنتكلم على لو قلنا أهلي هنقول زمالك في مصر على طول من غير أما تتكلم هتقول إسماعيلي فكنت أتمنى الإسماعيلي يبقى هو كان التالت أو أو الإسماعيلي كان يخش الرابع لأنه ده حق الإسماعيلي على بغد النظر على الإسماعيلي ومشي زي يعني أداءه إيه ولا مش أداءه إيه هنأتكلم على الإسم إحنا بنتكلم على الإسماعيلي مازالوا هيفضل طول الوقت تالت نادي في مصر بعد الأهل والزمالك وفي أوقات كان بيبقى تاني نعم دي حقيقة يعني فهي فكرة جيدة وكل حاجة بس كلما هتشتغل الفكرة كلما يكون فيها مشاكل هتتحل وبعدين هتقول لكن أنا شايف خطوات جيدة أوي بيفكروا تفكير قويس بفكروا تفكير هايل يعني بيفكروا تفكير هايل أول حاجة عندهم جراءة ودي حاجة مهمة وأتمنى وأنا بقول لهم أتمنى أن الجراءة دي تدوم طول الوقت وأتمنى أن هم ما يبصوش على فلن ولا على لون ولا على أي حاجة ويشتغلوا لصالح القرى المصرية لإني مش كتير بيشتغل لصالح القرى المصرية لكن أنا شايف أن الربطة الموجودة هي دي بتشتغل القرى المصرية حقيقة يعني